قصفت طائرات حربية اسرائيلية عددا من المواقع في قطاع غزة صباح اليوم بعدما اطلق نشطاء فلسطينيون صاروخا من القطاع سقط قرب بلدة ازدود الساحلية في اسرائيل وقال الجيش الاسرائيلي ان قصف مواقع متفرقة في القطاع من بينها اماكن عسكرية يستخدمها نشطاء حركة الجاد الاسلامي كمراكز تدريب هذا بينما لم ترد اي تقارير عن خسائر بشرية او اضرار مادية اشتركوا في القناة